السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رياضيات الصف السابع الجزء الثاني الوحدة الثامنة الدرس الثاني الوسيط والمنوال صفحة 134 النتاجات تجز الوسيط لبيانات عددية وتجد المنوال لبيانات عددية إذا كانت كميات الأمطار التي هطلت في إحدى المدن على مدار سبعة أيام مقاسة بالمليمتر كما في الشكل المجاور الجمعة 1 مليمتر السبت 2 مليمتر الأحد 0 مليمتر الاثنين 4 مليمتر الثلاثاء 5 مليمتر الأربعاء 7 مليمتر الخميس 8 مليمتر احسب المتوسط الحسابي لكميات الأمطار هل يوجد مقياس آخر غير المتوسط الحسابي يساعد في وصف وتفسير هذه البيانات؟ في أي يوم كانت كمية الأمطار أكثر من الأيام الأخرى؟ في أي يوم كانت كمية الأمطار أقل من الأيام الأخرى؟ المتوسط الحسابي يساوي 1 زائد 2 زائد 0 زائد 4 زائد 5 زائد 7 زائد 8 على 7 27 على 7 يساوي المتوسط الحسابي كانت في يوم الخميس أكثر كمية للأمطار وفي يوم الأحد أقل كمية أولاً الوسيط ركبت حنين مكعبات بشكل رأسي على النحو الآتي الصف الأول كان فيه خمس مكعبات الصف الثاني مكعبين الثالث ثلاث مكعبات الرابع ثلاث مكعبات الخامس أربع مكعبات ثم رتبت المكعبات من الأصغر إلى الأكبر كم عدد المكعبات التي في وسط الترتيب؟ رتبتها إذن تنين ثم ثلاثة ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة نسمي عدد المكعبات التي في وسط الترتيب وسيطاً تعريف الوسيط الوسيط لمجموعة من الأعداد مرتبة ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً هو العدد الأوسط منها إذا كان عددها فردياً أو المتوسط الحسابي للعددين الأوسطين إذا كان عددهما زوجي مثال واحد جد الوسيط للقيم الآتية واحد تنين خمسة تلاتة سبعة تمانية تمانية تسعة أربعة عشرة اثنان خمسة وعشرين اثناش تمانية وعشرين تسعتاش تلاتة وعشرين تلاتين الحل أولاً نرتب القيم تصاعدياً نلاحظ أن العدد الأوسط هو سبعة إذن الوسيط سبعة نلاحظ أن ترتيب الوسيط يساوي عدد القيم زائد واحد عثنين ويساوي تسعة زائد واحد عثنين يساوي عشرة عثنين ويساوي خمسة إذا كان عدد القيم فردياً فإن الوسيط بعد ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً هو العدد الذي ترتيبه عدد القيم زائد واحد عثنين اثنان نرتب القيم تصاعدياً تناش تسعتاش تلاتة وعشرين خمسة وعشرين تمانية وعشرين تلاتين عدد القيم يساوي ستة وهو عدد زوجي إذن الوسيط هو المتوسط الحسابي للعددين الأوسطين وهما تلاتة وعشرين وخمسة وعشرين الوسيط يساوي تلاتة وعشرين زائد خمسة وعشرين عثنين يساوي تمانية واربعين عثنين ويساوي أربعة وعشرين نلاحظ أن الوسيط هو المتوسط الحسابي للعددين تلاتة وعشرين وخمسة وعشرين ولتحديدهما فإن ترتيب العدد الأول يساوي عدد القيم عثنين ويساوي ستة عثنين ويساوي تلاتة إذن العدد الثالث هو تلاتة وعشرين ترتيب العدد الثاني يساوي عدد القيم عثنين زائد واحد وتساوي ستة على اثنين زائد واحد وتساوي تلاتة زائد واحد وتساوي أربعة إذن العدد الرابع هو خمسة وعشرين إذا كان عدد القيم زوجيا فإن الوسيط بعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا هو المتوسط الحسابي للعددين الذين ترتيبهما هو عدد القيم على 2 وعدد القيم على 2 زائد 1 تدريب 1 جد الوسيط للقيم الآتية أولا 28, 54, 82, 65, 45, 33, 66, 45, 38, 55, 42 الحل نرتب القيم تصاعديا ترتيب الوسيط يساوي عدد القيم زائد 1 على 2 كونه عدد الأفراد فردية 11 زائد 1 12 على 2 6 إذن الرقم الذي ترتيبه 6 وهو 45 ثانيا 122 124 98 113 125 118 124 132 128 129 نرتب الأرقام تصاعديا 98 98 113 122 124 124 124 125 128 129 129 129 132 129 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 10 على 2 زائد 1 يساوي 6 إذن الرقم في الترتيب السادس هو الرقم الثاني 124 نجد المتوسط الحسابي لهم 124 زائد 124 على 2 ويساوي 124 تدريب 2 إذا كانت رواتب موظفي إحدى الشركات على النحو الآتي 420, 400, 350, 333, 390, 420, 540, 480, 180, 220 احسب الوسيط لهذه الرواتب نرتبها ترتيباً تصاعدياً 180, 220, 333, 350, 390, 400, 420, 420, 540, 480 بما أن العدد زوجي إذن هناك موضعين للوسيط وسنجد لهم المتوسط الحسابي الموضع الأول هو عدد القيم على 2 10 على 2 خمسة الموضع الثاني هو 10 على 2 زائد 1 إذن الموضع الخامس والسادس الخامس 390 السادس 400 إذن الوسيط يساوي 400 زائد 390 على 2 ويساوي 395 تدريب 3 جد الوسيط لكميات الأمطار الواردة في بداية الدرس نلتب الأرقام ترتيباً تصاعدياً 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 عدد القيم زائد 1 على 2 7 زائد 1 8 عدد 2 4 إذن الترتيب الرابع الترتيب الرابع هو الرقم 4 إذن 4 مليمتر هو الوسيط ثانياً المنوال القائمة الآتية تمثل أنواع الحلويات المفضلة لطلب عددهم 15 طالب كيك، كنافة، هريسة، كنافة، هريسة، كنافة، كيك، نافة، كنافة، كنافة، هريسة، كنافة ما نوع الحلويات التي يفضلها أكبر عدد من الطلبة؟ نلاحظ أن الكنافة يفضلها أكبر عدد من الطلبة ويسمى هذا منوالة مثال 2 إذا كانت علامات 10 طلاب في أحد الامتحانات على النحو الآتي 12 15 8 9 13 12 15 18 15 14 فجد المنوال الحل نلاحظ أن العلامة 15 هي الأكثر تكراراً بين العلامات السابقة وبذلك فإن المنوال هو 15 تدريب رقم 4 جد المنوال للقيم الآتية 85 92 79 68 99 115 79 79 68 91 68 79 88 79 بالنظر إلى الأرقام فإن الرقم الأكثر تكراراً هو 79 70 تدريب رقم 5 أذكر مثالاً على أولاً بيانات ليس لها منوال الحل 20 30 40 50 50 بيانات لها منوالان 20 30 30 30 30 40 المنوالان 20 30 30 30 30 33 32 33 34 34 35 39 40 40 40 40 40 41 41 حسب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لكل مما يأتي. ألف تلاتين خمسة وعشرين أربعة عشر خمسة وعشرين أربعة وعشرين تسعة عشر ستة وعشرين خمسة وعشرين عشرين نرتبها ترتيباً تصاعدياً أربعة عشر تسعة عشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين تلاتين المتوسط الحسابي مجموعة هذه الأرقام على 9 ويساوي 208 على 9 ويساوي 23.11% الوسيط نقول لدينا 9 أرقام 9 زائد 1 على 2 إذن يساوي 5 إذن الترتيب الخامس هو الوسيط أي 25 المنوال 25 أيضاً 8 7 6 9 5 3 3 10 5 3 3 1 لحساب المتوسط الحسابي نجمعها جميعاً على عددها 63 على 12 تساوي 25% لحساب الوسيط نلتبها تصاعدياً 1 3 3 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10 بما أن العدد زوجي إذن هناك موقعين للوسيط الموقع الأول العدد على 2 12 على 2 إذن الموقع السادس وهو 5 12 على 2 زائد 1 يساوي 7 الموقع السابع وهو 5 الوسيط بينهما 5 زائد 5 على 2 ويساوي 5 إذن الوسيط 5 المنوال 3 وهو الأكثر تكراراً السؤال الثاني صل بخط بين الجمل الآتية والشكل المناسب فيما يلي المتوسط الحسابي 2 المنوال 5 الوسيط 3 الشكل الأول عبارة عن العمود الأول مكعبان العمود الثاني مكعب العمود الثالث خمس مكعبات العمود الرابع ثلاث مكعبات العمود الخامس أربع مكعبات في الصورة الثانية الأعمدة جميعها تحتوي على مكعبين الصورة الثالثة العمود الأول يحتوي على خمس مكعبات الثاني على مكعب الثالث على خمس مكعبات الرابع على ثلاث مكعبات الخامس على خمس مكعبات الحل المتوسط الحسابي 2 صورة رقم 2 المنوال يساوي 5 صورة رقم 3 الوسيط يساوي 3 صورة رقم 1 السؤال الثالث اعتمد البيانات الممثلة بالشكل لإيجاد كل مما يلي المتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال عدد ساعات الدراسة 6 ساعات طالب واحد 5 ساعات طالبين 4 ساعات ثلاث طلاب 3 ساعات ثلاث طلاب ساعتين، 4 طلاب، ساعة واحدة طالب لحساب المتوسط الحسابي فإننا نقول 6 ضرب 1 زائد 5 ضرب 2 زائد 4 ضرب 3 زائد 3 ضرب 3 زائد 2 ضرب 4 زائد 1 ضرب 1 على عدد الطلاب جميعاً وهم 14 تساوي 46 على 14 3.28% ساعة لحساب الوسيط فإننا نرتب الأرقام تصاعدياً 1 6 8 9 10 12 بما أنهما 6 أرقام، إذن الوسيط يساوي 6 على 2 ويساوي 3، هذا ترتيب الرقم الأول 6 على 2 زائد 1 ويساوي 4 الترتيب الثاني، إذن رقم 8 وتسعة 8 زائد 9 17 على 2 يساوي 8.5، هذا الوسيط أما المنوال فهو التكرار، أكثر تكرار عنا لعدد الطلاب كانت ساعتان، إذن عدد ساعات دراسة ساعتان هي المنوال 4، أكتب عدداً في كل من المربعات التالية 1 2 4 6 7 4 5 مربع، حيث يكون المنوال 4، إذن في المربع نكتب 4 5 5 10 0 9 مربع 15، حيث يكون المتوسط الحسابي يساوي 7 نقول 7 تساوي مجموع هذه الأرقام زائد المربع على 6 7 زائد 39 زائد المربع على 6 42 تساوي 39 زائد المربع، المربع يساوي 3 جيم 8 6 مربع 15 13 حيث يكون الوسيط 8 إذن في المربع 8 السؤال الخامس إذا كانت علامات أحد الطلبة في 6 مباحث النهاية العظمى لكل منها 100 علامة هي 91 82 83 96 74 88 وتقدم الامتحان في مبحث آخر نهاية علامته العظمى 100 فأصبح الوسيط لعلاماته يساوي المنوال ما العلامة التي حصل عليها في ذلك المبحث؟ حتى نحل السؤال، فيجب أن نرتب الأرقام ترتيباً تصاعدياً 74 82 83 88 91 96 90 90 لدينا 7 مباحث إذن ترتيب الوسيط سيكون في الرقم 7 زائد 1 على 2 وتساوي 4 إذن الترتيب الرابع، إذن هو بين 83 وبين 88 وحتى يكون يساوي المنوال، فإما أن يكون الرقم 83 أو 88 نحن من يوم تمنين 90 اشتركوا في القناة 80